سهلا خير يا عميني يا رب اكونوا خير توقع برج الدلو لتالت اسبوع من شهر ينال الفين تهاتر عشرين وهبدأ بالجانب المهني مرحلة مهمة جدا مهنيا خلال الاسبوع لموليد برج الدلو خير كمان هيكون في عروض مهمة داخل العمل وعليهم انهم يختاروا الانسب ليهم بعد تفكير كتير ده اللي انا قريب الظبط طبعا دي توقعات يعني الغيب ده بتاع ربنا احكا بندردش وكمان بنا تفائل والنصايح ممكن تفدنا او تلفت انتبهكم حابب بس اقولك لو في عروض قدامك او في قرار هتاخده او هتاخديه طبعا الكلام ليكم انت ليكم ليكي اوعى تاخد قرار بسرعة اوعى القرار السريع ده يعني نادر اوي لما يكون صائب لما يكون يعني ان انت اخدت قرار بسرعة وانه يكون قرار سليم دي معتمدة من رأي الشخصي انها على الحظ لكن القرار السليم محتاج يدرس كويس هيدرس كويس ازاي؟ هيدرس كويس من خلال انه يتشاف من كذا منظور مش منظور واحد يعني نشوفه من جميع الاتجاهات وكمان تبتدي تتوقع نتائج القرار ده ايه؟ هتبقى عاملة ازاي؟ حاجة تانية ولو عايز تضيف لده افضل وافضل انك تاخد رأي حد يكون اكتر خبرة ويكون بتصك فيه دي حاجة مهمة انك تكون بتصك فيه كون بيحب لك الخير عشان يقدر يدلك ويكون فيه كده جواسة لكان وحب لانه ممكن يكون القرار كويس وفي صالحك وهو يقلبه عكسك بسبب النفسانة بسبب النوم السالك مش عايز لك الخير خلي بالك من الموضوع ده حاجة تانية كمان اخيرة فيه فرص عمل جديدة المفروض الاسبوع ده وربنا يا رب يوفقكو ويديكو الحكمة ويقويكو بس حابب اقول حاجة قبل ما اخلص الجانب المهني يا ريت تشوف ابتديت تطور نفسك ولا لا؟ لو مستني ما تستناش لو عايز فعلا تاخد خطوة لازم تبدأها لكن هتستنى يبقى عمرك ما هتفضل تأجلها تأجلها اتحرك واخد الخطوة وبتدي تطور من نفسك احنا داخلين على ايام وزمن محتاج ده محتاج ان احنا نطور من نفسنا عشان نزود مكاسبنا المادية يا ريت تستثمر في نفسك بانك تشوف هتتعلم ايه جديد ايه قرى كتير المهم ان انت ابتدي تحرك وانت ابتدي تحركي خش بقى على الجانب العطفي هبدأ بالعزاب شعور بالملل وده بسبب امور كان منتظرها مواليب برج الدلو وخلف التوقعاتهم يعني مواليب برج الدلو كان في حاجة للعزاب او الحالة الاجتماعية عموما كانوا في حاجة هم متوقعينها وما جاتش او يعني جات عكس توقعاتهم وده ما خليهم شعور بالملل والاحباط او اليأس عايز اقول لك واقول لك حاجة مهمة بسرعة كده لما يكون في حاجة انت بمستنيها بلاش تفترض او تعلى اوي بسقف توقعاتك ناحية الايجابية يعني سيب الموضوع كده ماشي زي ما هو ماشي بلاش ان انت بمستني ان انت هيبقى تمام وفي الاوكي والموضوع هيجي زي ما انت عايز او زي ما انت عايزة ليه بقول لكده هو لو ما جايش زي ما انت عايز انت هتحس بيأس وحباط وهتحس انك متدايق لكن لما انت تبقى يعني انت توقعاتك مش مش حاططها اللي هي لا تمام هيجي زي ما انت عايز وسايبه كده هتلاقي الموضوع حتى لو جيه زي ما انت عايز فرحته هتبقى كبيرة ولو ما جايش لو ما جايش او جيه عكس ما انت كنت عايز مش هتزعل اوي بلاش تركز مع الحاجات دي وبلاش تقعد مستني النتائج الايجابية بشكل كبير دي يقول لك كنت فيه مثل كده بسمعه وانا صغير اه كان يقول لك اه التاجر الشاطر اللي بيتوقع الخسارة قبل المكسب ده التاجر الشاطر ما كنتش فاهم ساعته وانا صغير كنت بس مع الجملة دي ما كنتش فاهم معناها بس بعد كده عرفت معناها ان هو لما التاجر الشاطر يبتدي يتوقع الخسارة هو بيبتدي يكون جاهز للخسارة هيعمل ايه لو حصل خسارة هو ده المقصود من ورا الجملة دي ولكن المكسب ده امر كويس لكن الخسارة هبتدي يتعامل معها ازاي فدي من الحاجات اللي انا حبيتها لفت انتباهكم فيها ما تستناش الحاجة زي ما انت عايز سبها كده على ربنا وبالعكس انت انزل بسقف توقعك على قد ما تقدر وعلى وقت ما هتيجي انت هتفرح فرحتك هتبقى كبيرة اوي انت حالتا لو كنت مستنية او جات زي ما انت عايز هتفرح اوه بس مش بنفس النسبة غير لما تكون انت مش مركز معاها وصدقوني يعني الحاجات اللي ما بنركز معاها هي اللي بتيجي والحاجات اللي بنركز معاها وبنستنيها وبنبقى عايزنا للأسف هي اللي يعني احيانا ما بتجيش مش دايما بس احيانا ياريب بس نغير الفكرة ده وربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة المتزوجين والمرتبطين استقرار على مدار الاسبوع ولكن في احتياج ليك والشريك حياتك من تغيير الروتين يعني انتو محتاجين تغيير الروتين بلاش نبقى ماشيين في حتة الدايرة ما بنخرجش منها يعني مثلا بتروح البيت خلص شغلك تاكل تشرب تصحى تروح الشغل تاكل تشرب تروح تنام هي هي الحياة لا ده مش ده هيعمل بعد كده نوع من انواع اللي هو برضو الملل وهترجعوا لحتة ان انتو ممكن تضايقوا على ادفع سبب بما انتو جواكو ملل وحياة ما فيهاش جديد التنوع دايما مطلوب الجو الجو نفسه بتغير شوية بردو شوية صيف شوية مطر شوية يعني جو صافي يبقى احنا كمان لازم نغير من حياتنا ياريتنا نبص للحتة دي هتغير من حياتك سفارية حلوة انت وزوجتك حتى لو مش مرتبط يا سيدي خالص سفارية لزيزة كده اخرجوا تماشوا اخدخلوا سينما مفيش امكانيات لحاجات كبيرة زي سفارية مثلا امكانيات مش سامحة يا سيدي انزلوا تماشوا في اي شوارع انتو تكونوا بتحبوها انزلوا روحوا مولات اه غيروا جو التغيير الجو يعني ممكن تنزل تتماشى شوية انت وخطبتك او انت وزوجك هترجعوا مبسوطين مجرد بس انتو تشموا هوا جديد وخرجتوا برا البيت واتكلمتوا وانتو ماشيينوا ودردستوا والاحاديث جابت بعض كل دي حاجات هتفرق ياريت تغيروا من ده علشان ده هيفرق في حياتك بشكل كبير صدقوني يعني التغيير مطلوب مطلوب عدم التغيير هو اللي بيعمل حتى حالة نفسية كده من اللي هو حالة كآبة انا مفيش جديد في حياتي شوف مفيش جديد في حياتي دي لوحدة تداي اخرجوا ووجدوا انتو الجديد لو سمحت ابتدوا فكروا في الكلام ده ووجدوا الجديد واطلعوا من روتين الحياة بلاش نفضل في دايرة واحدة ما بنخرجش منها ربنا يا رب يهدي سيروا كل بيت ويكملوا المرتبطين على خير اتمنى اتمنى انكم تفكروا في كلامي ده الجانب العائلي تجمعات عائلية بنسبة قليلة برضو بمناسبة يعني كنا بنتكلم عن التغيير بتاع ان انتو تشاركوا عائلتكو ان انتو تروحوا تزوروا العيلة دي حاجة كويسة لو العيلة في محبة من جواها وبيحبوكوا ليه ما تروحوش تزوروهم وتعاقدوا يوم معاهم ليه ما يحصلش عزومة برضو الحاجات دي كويسة ياريت لما يكون في تجمع عيلة تشاركوا وتجمع العيلة من الحاجات كمان اللي بتقل ضغوط الحياة وبتشيل عننا كتير ويا رب يا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة وبنسبة كبيرة مش بنسبة قليلة زي ما مكتوب خشوا بقى على الجانب المالي تزايد المصاريف خلال الاسبوع ده ليه مواليب برج الدلو برضو انا بصه انا بصه وتزايد المصاريف ده انا مش شايف غير ليه حالين يعني الحل الاول ان انت تزود دخلك وانت تزودي دخلك وتشتغل شغل اضافي الحل التاني ان انت تنتنازل عن حاجات كتير تقدر تشتريها او حاجات ينفع تتشارع بكميات قليلة نشتريها بكميات قليلة يعني مثلا لو فاكها ينفع نشتريها بالنص كيلو هنشتري بالنص كيلو او بكيلو ما نشتيش بحاجات يعني بحاجة كتير ده مش وقت كده ده وقت نشتري كميات قليلة لو انتو بقى قدرتوا تزودوا دخلك وتقللوا مصاريفكم والاتنين دول اتعملوا يبقى انتو كده هتعلوه ماديا ده ان انت اصبحت دخلك زيادة ومصاريفك قلت ففيه فوقت فانت بتبتدي تتدخر ودي عارف انها معادلة صعبة في الزمن ده بس لو قدرت اتحققها انت بتحقق انجاز لمستقبلك جامد فولمستقبلك طبعا يعني الكلام ليكي وليك بأكد بس انا دايما بواجه كلامي للأولاد لكن انا طبعا اقصد شباب وشبات ورجال وسيدات وربنا يا رب يزيد من رزقكو يعني مش هلاقي حاجة اقولها اكتر من كده انا عارف ان الوضع في العالم كله صعب ولكن صدقوني مفيش حل بيستدير بس يعني بيفضل على وضع واحد الحل شوية كده وشوية كده ومدام احنا شوية كده هيجي الوقت اللي انا بقى شوية كده وهتشوفه بس هو الموضوع محتاج صب وربنا موجود تخش بقى على صحاب المشاريع ارباح من متوسطة لمرتفعة خلال الاسبوع يعني صحاب المشاريع على موعد كده اللي هما مواليد برج الدل وطبعا اني ارباح تكون من متوسطة لمرتفعة طبعا دي حاجة من الحاجات اللي اي صاحب مشروع بيتمنيها بس زي ما انت بتتمنى ان ارباحك تبقى مرتفعة لازم تعرف ايه اللي ممكن تزوده لمشروعك عشان ارباحك تبقى مرتفعة وربنا يا رب يوفقكو ويوسع من ارباحكو اما بقى اللي عايزين يبتدوا مشروع الاسبوع ده هو اسبوع مناسب جدا لبداية مشاريع بس حابب اقولك واقولك لو ما عندكش خبرة بلاش تدخل مشروع لازم لما تيجي تعمل مشروع لازم يكون عندك خبرة وعالف سوق وماشي ازاي كويس علشان هو ده اللي هيخليك ما تدخلش مخاطرة كبيرة ولكن ان انت تعمل مشروع وانت ما عندكش خبرة يبقى انت كده بتدخل مخاطرة كبيرة وربنا يرشدكو الجانب التعليمي طلاب برج الدلو على معاد مع اوقات سعيدة يعني في اوقات سعيدة اقول للطلاب اتمنى ان الكلام ده يكون صح انا عارف ان فيه طلاب كتير تعبت وقت الامتحان وطبعا ربنا يوفقكو ويقويكو وان شاء الله يعني يكون فيه نجاح ليهم بس عايز افكركم ان فيه تير منتو داخلين عليه ولازم تجهزوا لازم اللي ما عوضتوش في الفترة دي المرحلة الاولى تعوضوا في المرحلة التانية وتجهز له كويس قوي خلي بالكو يعني النجاح حاجة كويسة وحاجة مفرحة جدا النجاح عارف قيمة النجاح كويس انت اكيد لو نجحت وعدت مرحلة ودخلت في مرحلة تانية انت عارف قيمة النجاح وصدقني وصدقيني يستاهل ان احنا نتعب عشانه وان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت طاقة عبر جدا له لتالت اسبوع من شهر يانايل اعجبكم الكلام ده ما تنسوش تدعموني بلايك ده ومش مشترك او مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات النوع انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة ستلاقوني سايب لكم لينك الفيديوهات تاخدوا فكرة عن فيديوهات القناة شكرا لكم فيديوهات موسيقى اشتركوا في القناة